انا بس عايز اقف عند النقطة دي عشان هي قتلت بحسا وبصراحة انا اجازة اليومين اللي فاتوا دول الخميس والجمعة وقابلها بكم يوم والكلام كل يوم على قصة الزمالك اكبر قال على رياضية في مصر ولا لا الزمالك اكبر قال على رياضية في مصر ولا لا انا قلت لكم قبل كده كل نادي له الحرية بشكل كامل انه يختار ما يشاء من شعارات يحطها على اسم النادي اي نادي في الكون براحتك يا سيدي بما لا تفرضه على المنافسين او الاخرين براحتك انت اعظم نادي في الكون براحتك انت افضل قلع رياضية براحتك انا بس كنت بكلم مع بعض الاصدقاء في امور تسوقية خد بالك الشعارات دي مهمة جدا في الامور التسوقية انه مثلا الراعي وهو مثلا داخل بيعمل اعلانات للشركة بتاعته فبيستخدم اسم الزمالك فيقول الزمالك اكبر قلع رياضية في مصر الاهلي مثلا الشعار بتاع الاهلي بفوق الجميع ده استغلوا كل الاستغلال الممكن تسوقية نادي القارن استغلوا كل الاستغلال الممكن للتحاد سيد البلد وهكذا يعني تمام الفكرة بس انك انت بتختار شعار للنادي يكون شعار يعني ايه معلوش جدل معلوش حكاية يعني مسلا متخيل لو الزمالك قالك والله انا اكبر من مجرد نادي حلو انا الزمالك نادي الوفاء والاخلاص والجماهير عندها وفاء مثلا يعني ممكن تختار اسم يتناسب مع العقلية بتاعت النادي او مع اسلوب النادي او مع شخصية النادي لكن مثلا يعني اكبر قلعة رياضية في مصر هتلاقي حد بقى طرق يقولك طب ليه اكبر قلعة طب والله طب والله المحلة هو اللي اكبر انت ممكن تعمل شعار ما يدخلكش الجدل ده طول الوقت انا بس انا ما كنتش ناوي اتكلم في القصة دي النهاردة بس بقولك خدت مننا ايام واسئلة واعضاء مجلس دارة الزمالك بترد والمتحدث الرسمي وحكاية كبيرة اوجه والهدف الاول والاخير من الشعارات دي المفروض يعني يكون هدف تسويق تجيب بقى رعاور رعايز تخدموه وهكذا دي حكاية